موسيقى أعزائي التلاميذ أهلا وسهلا بكم مع درس من دروس الرياضيات للصف السادس الابتدائي درسنا لهذا اليوم هو تكملة الدرس السابق عن مجموعات الاتحاد والتقاطع تعرفته عزيز التلميذ في الدرس السابق عن كيفية إيجاد مجموعة التقاطع والآن نتعرف على كيفية إيجاد مجموعة الاتحاد وكما في المثال الآتي لتكن أليف تساوي مجموعة عوامل العدد عشرة باء تساوي مجموعة أرقام العدد 804.553 المطلوب هو إيجاد أليف اتحاد باء وباء اتحاد أليف ثم مثل مجموعة الاتحاد بالرسم الحل نأتي إلى مجموعة أليف أليف نفتح قوس المجموعة ونضع عناصر المجموعة التي تمثل مجموعة عوامل العدد عشرة مجموعة عوامل العدد عشرة التي تمثل كل عددين مضروبين ببعضهما يساوينا عشرة كل عددين إذا ضربناهم ببعضهما يساوينا عشرة وهي الواحد اثنين خمسة عشرة لاحظ عزيزي الطالب واحد في عشرة هو عشرة واثنين في خمسة هي عشرة هذه هي عوامل العدد عشرة أما المجموعة باء وتساوي مجموعة أرقام العدد ثمانمية وأربعة ألف وخمسمية وثلاثة وخمسين إذا نكتب عناصرها ثلاثة خمسة لاحظ عزيزي الطالب إنه الخمسة مكررة مرتين تكتب مرة واحدة فقط أربعة صفر ثمانية بذلك نجد مجموعة الاتحاد أليف اتحاد باء تساوي نفتح قوس المجموعة ثم نضع عناصر الاتحاد مجموعة الاتحاد تمثل عزيزي الطالب جميع عناصر المجموعتين ولكن بدون تكرار تضم جميع عناصر المجموعتين ولكن بدون تكرار إذن واحد ثنيا هذه عناصر المجموعة أليف خمسة عشرة ثم نكتب عناصر المجموعة باء ثلاثة الخمسة كتبت في المجموعة أليف إذن لا نكرر العنصر أربعة صفر ثمانية هذه بالنسبة لمجموعة الاتحاد أليف اتحاد باء ولو مثلنا هذه المجموعة بالرسم نلاحظ هذه مجموعة أليف هذه مجموعة أليف تضم العناصر واحد اثنين خمسة وعشرة أما المجموعة باء أما المجموعة باء فتضم العناصر العناصر ثلاثة خمسة أربعة صفر ثمانية هذه عناصر المجموعة باء إذن مجموعة الاتحاد بين أليف وباء راح نمثلها بهذه المجموعة وهي أليف اتحاد باء وضم العناصر واحد اثنين خمسة عشرة وثلاثة أربعة صفر واثمانية هذه هي عناصر مجموعة الاتحاد هذه عناصر مجموعة الاتحاد أما عناصر مجموعة الاتحاد بين باء وأليف فرح نمثلها بالرسم أيضا باء اتحاد أليف تساوي العناصر لاحظ هنا عزيز الطالب هذه مجموعة باء تضم العناصر اللي أمامك ثلاثة خمسة صفر ثمانية أربعة ومجموعة باء عفو أليف تمثل واحد اثنين خمسة عشرة هذه العناصر نفس الاتحاد رح يكون بين المجموعتين لأنه الاتحاد يشمل عناصر المجموعتين بدون تكرار المشتركة وغير المشتركة عناصر المجموعتين المشتركة وغير المشتركة ولكن بدون تكرار إذا نلاحظ باء اتحاد أليف رح يظهر نفس العناصر لمجموعة الاتحاد باء اتحاد أليف إذن عناصر هذه المجموعة رح تكون أيضاً واحد اثنين خمسة عشرة ثلاثة أربعة صفر وثمانية وهذه هي نفس عناصر الاتحاد نفس عناصر نفس عناصر الاتحاد أليف اتحاد باء تساوي أنه عناصر مجموعة باء اتحاد أليف هذه بالنسبة للمثال الأول لنأخذ مثال آخر لتكون سين هي عناصر واحد اثنين خمسة أربعة وصاد تساوي العناصر واحد اثنين ثلاثة خمسة ستة مجموعة عين تساوي واحد اثنين ثلاثة ستة أوجد سين اتحاد صاد اتحاد عين هناك طريقتين لعملية ايجاد الاتحاد نحصر هذه المجموعة نجد أولا سين اتحاد صاد نجد أولا سين اتحاد صاد هذه عناصر سين وهذه عناصر صاد لاحظ العناصر المشتركة نأخذ العناصر المشتركة بينهما ولكن بدون تكرار الواحد مكرر نأخذ واحد فقط اثنين موجودة بالمجموعتين ايضا وعندي الخمسة ايضا الاتلافة والاربعة والستة هذه هي مجموعة الاتحاد بين سين وصاد ثم نجد بعد ان اوجدنا مجموعة الاتحاد الاولى تتحد مع المجموعة عين اذا سين اتحاد صاد اتحاد عين تساوي هذه المجموعة اللي ناتجة تتحد مع مجموعة عين نأخذ عناصر المجموعة هذه واحد اثنين خمسة ثلاثة اربعة ستة ثم نضيف من مجموعة عين العناصر التي لم تكتب الواحد موجود الاثنين ايضا موجود في مجموعة الاتحاد الاولى الاثلاثة ايضا موجودة الستة اذا هذه المجموعة هي مجموعة الاتحاد بين سين اتحاد صاد واتحاد عين الآن عزيز الطالب ننتقل الى حل تمارين الفصل واحد اثنين السؤال الاول اذا كانت اليف هي عناصرها اثنين اربعة ستة با عناصرها واحد ثلاثة ستة بين صواب او خطأ العبارات الاتية امامنا عبارات ومن خلال هذه المجموعة نوضح اذا كانت الجملة صح او خطأ اولا اثنين العنصر اثنين ينتمي الى المجموعة باء اللاحظ العنصر اثنين هل يوجد في المجموعة باء لاحظ عناصر المجموعة باء عزيز الطالب اذا كان لا ينتمي لاحظ الاثنين لا تنتمي الى المجموعة اذا هذه العبارة هي خطأ لانه الاثنين لا تنتمي إلى المجموعة باء. ثم الجملة الثانية مجموعة أرقام العدد 462 تساوي المجموعة ألف. لنرى مجموعة ألف تضم العناصر 2, 4, 6. هي نفس أرقام العدد 2, 6, 4. إذن هذه العبارة صحيحة. لأنها تمثل مجموعة ألف. صح. الجملة الثالثة ألف. اتحاد باء. يساوي 6. اللاحظ. إذا كان الاتحاد بين المجموعتين ستنتج عملية مجموعة كبيرة. لاحظ هنا عنصر واحد. العنصر الواحد هو فقط 6. الذي يمثل مجموعة التقاطع فقط. لأن تعرفنا بالدرس السابق. أنه التقاطع يضم العناصر المشتركة فقط بين المجموعتين. فإذن هذه تمثل المجموعة التقاطع. وليست مجموعة الاتحاد. إذن هذه العبارة خطأ. باء. رابعا. الجملة الرابعة. باء. اتحاد أليف. تساوي 1, 2, 3, 4, 6. مجموعة الاتحاد بين المجموعتين. نلاحظ المجموعة الأولى. 1, 2, 3. هذه 1. هذه 2. هذه 3. 4. أيضا. 6. مكررة بين المجموعتين. نأخذ منها 1. إذن هذه صحيح. تمثل مجموعة الاتحاد. الجملة الخامسة. العنصر أربعة ينتمي إلى مجموعة التقاطع أليف باء. ذكرنا قبل اللحظات أنه مجموعة التقاطع تأخذ العناصر المشتركة فقط بين المجموعتين. إذن مجموعة التقاطع هي فقط العنصر 6. العنصر 6. إذن أربعة لا تنتمي إلى مجموعة التقاطع. هذه العبارة خطأ. الجملة الأخرى المجموعة 2 وأربعة اتحاد 6 تساوي المجموعة ألف. لاحظ المجموعة الناتجة إذن المجموعة الناتجة هي 2 أربعة 6 هل تمثل المجموعة ألف؟ لاحظ هذه العناصر نفس عناصر المجموعة ألف. 2 أربعة 6 إذن هذه العبارة صحيحة. أليف تقاطع أليف يساوي أليف. عزيز الطالب، في الدرس السابق تعرفت أنه كل مجموعة تقاطع نفسها تساوي المجموعة نفسها. أي مجموعة تقاطع نفسها تساوي المجموعة نفسها. إذن أليف تقاطع أليف يساوي أليف. صح؟ كذلك بالنسبة للاتحاد. باء اتحاد باء يساوي باء. أي مجموعة تتحد مع نفسها تساوي نفس العناصر. الجملة الأخيرة المجموعة 2 و 4 تقاطع 6 يساوي فاين نلاحظ 2 و 4 إذا قاطعناها مع المجموعة 6 أي عنصر مشترك بينا ثم موجود فلذلك هذه العبارة تعتبر صحيحة ننتقل إلى السؤال الآخر إذا كانت سين تساوي أليف باء جيم صاد تساوي جيم دال ها بيّن أنه سين تقاطع سين اتحاد صاد يساوي سين باء سين اتحاد سين تقاطع صاد يساوي سين راح نثبت أن هذا الطرف يساوي هذا الطرف لنأخذ الطرف الأول سين تقاطع سين اتحاد صاد إذا مجموعة سين هي أليذ با جيم تقاطع مجموعة الاتحاد مجموعة الاتحاد تمثل العناصر المشتركة وغير المشتركة بين المجموعتين أليذ با جيم الجيم موجود في المجموعتين يكتب مرة واحدة دال وهاء هذه هي عناصر رح يكوعدنا هنا التقاطع بينهما التقاطع بينهما نلاحظ العنصر أليف يساوي نفتح قوس المجموعة أليف مشترك بين المجموعتين با مشترك بين المجموعتين وجيم أيضا مشترك بين المجموعتين هذه العناصر المشتركة فقط أما العنصر دال وهاء موجود في المجموعة الاتحاد ولكن لا يوجد في مجموعة أليف إذن هذه هي مجموعة التقاطع هذه هي مجموعة التقاطع تساوي أليف با جيم هذه هي المجموعة الأولى نأتي إلى سين لاحظ أن أليف با جيم تساوي أنه نفس المجموعة سين تساوي أنه نفس المجموعة سين إذن أثبتنا أنه هذه الجملة الأولى صحيحة الآن نأتي إلى الفقرة با وهي تمثل سين اتحاد مجموعة التقاطع سين وصاد نلاحظ هل هذه المجموعة تساوي أنه سين أيضا نأتي إلى مجموعة سين المجموعة سين هي عناصرها أليف با جيم هنا سنأخذ مجموعة التقاطع بين سين وصاد نأتي إلى المجموعة سين لاحظ العناصر الموجودة بينه أو المشتركة بين سين وصاد هي العنصر جيم فقط العنصر جيم فقط إذن اتحاد مجموعة التقاطع سين وصاد هو العنصر جيم فقط نأتي إلى مجموعة الاتحاد سين اتحاد مجموعة التقاطع ويساوي أليف با جين وهذا أيضا يساوينا المجموعة سين إذن أثبتنا أنه الطرفين متساويين لمجموعات سين نلاحظ سين اتحاد سين اتحاد صاد يساوي سين وأيضا سين اتحاد مجموعة التقاطع بين سين وصاد يساوي سين إذن سين لاحظ المجموعتين متساويتين هذه المجموعة تساوي هذه المجموعة السؤال الآخر سؤال الثالث إذا كانت سين تضم العناصر 1 2 4 6 صاد تضم العناصر 4 6 8 وعين هي عناصرها 8 و10 عين المجموعات الآتية ومثلها بالرسم سين تقاطع عين سين تقاطع عين نفتح قوس المجموعة ونلاحظ العناصر المشتركة فقط بين المجموعتين لاحظ سين 1 2 4 6 وعين 18 العناصر المشتركة بينهما لا توجد عناصر مشتركة بين المجموعتين إذن تساوي أو فاين إذن لنوثل هذه المجموعة بالرسم لنأخذ عناصر المجموعة سين هذه مجموعة سين والتي تضم عناصرها 1 2 4 6 المجموعة عين المجموعة عين والتي تضم عناصرها 8 و10 نلاحظ عزيزي الطالب إنه لا توجد عناصر مشتركة بين المجموعتين إذن هنا رح يكون يساوي فاين يساوي فاين لا توجد عناصر مشتركة بين المجموعتين عزيزي الطالب سين تقاطع صاد رح يكون واجب إليك أنت توجد الناتج وتوجد مجموعتك الآن صاد تقاطع عين صاد تقاطع عين والتي تمثل عناصر صاد مجموعة صاد هذه 4 و 6 و 8 4 6 8 تقاطع تقاطع مجموعة عين مجموعة عين نضم العناصر 8 و 10 8 و 10 الآن نجد مجموعة التقاطع نلاحظ هل توجد عناصر مشتركة بين المجموعتين الأربعة تنتمي إلى صاد لا تنتمي إلى عين وكذلك الستة أما الثمانية تنتمي إلى المجموعتين إذن مجموعة التقاطع تمثل العلد الثمانية فقط مجموعة التقاطع تضم العلد الثمانية لو مثلناها في الرسم هذه مجموعة الصاد عناصرها 4 6 8 مجموعة عين ضم العناصر 8 و 10 لاحظ مجموعة التقاطع سنأخذ العنصر 8 ونضم إلى المجموعة عين وهنا نكون لدينا العشرة لا تنتمي إلى مجموعة التقاطع هذه هي مجموعة التقاطع هذه هي مجموعة التقاطع الآن ننتقل إلى الفقردال سين اتحاد صاد تقاطع عين سين اتحاد صاد وتساوي سين اتحاد صاد لاحظ عزيز الطالب سين اتحاد صاد وجدناها في المثال السابق والآن هي نأخذ العناصر المشتركة وغير المشتركة وبدون تكرار 1 2 4 6 وصاد الأربعة كتبناها والستة أيضا كتبناها نضيف 8 هذه هي مجموعة الاتحاد تقاطع عين عين الضم العناصر 8 وتساوي لاحظ التقاطع هذه المجموعة تقاطع هذه المجموعة راح يكون عندي العنصر 8 أيضا فقط لأنه مشترك بين المجموعتين فتساوي 8 لو مثلناها بالرسم أيضا راح نكتب عناصر مجموعة الاتحاد عناصر مجموعة الاتحاد هنا راح تكون سين اتحاد صاد نكتب عناصرها 1 2 4 6 8 هذه المجموعة مجموعة عين راح نأخذ العنصر 8 هذه مجموعة عين ونضيف لها أيضا عشرة هذه هي مجموعة التقاطع ننتقل إلى الفقرة سين تقاطع صاد اتحاد عين احنا وجدنا عزيز الطالب مجموعة التقاطع وجدناها بين مجموعة سين وصاد وكذلك عين موجودة عندنا بالمثال إذن هذه المثال راح يكون لكم واجب هذه الفقرة راح تكون لكم واجب عزيز الطالب ننتقل الآن إلى السؤال الرابع إذا كانت سين مجموعة عوامل العدد 6 صاد مجموعة الأعداد الطبيعية المحصورة بين 2 و7 عين هي مجموعة مضاعفات العدد 3 الأصغر من 7 أليف سين تقاطع صاد اتحاد عين با سين اتحاد صاد اتحاد عين جيم سين اتحاد صاد تقاطع عين الحد نأخذ سين تساوي مجموعة عوامل العدد 6 والتي تضم الأعداد التي تضرب مع بعضها ليكون الناتج 6 1 2 3 6 هذه مجموعة الأعداد التي إذا ضربت تساوي 6 صاد مجموعة الأعداد الطبيعية المحصورة بين 2 و7 الأعداد المحصورة بين 2 و7 هي 3 4 5 6 إذا ال2 وال7 لا تدخل من المجموعة عين تساوي مجموعة مضاعفات العدد 3 الأصغر من 7 إذن مضاعفات 3 3 6 هذه هي أصغر من 7 أوجد سين أدنى أليف نجد سين تقاطع صاد اتحاد عين نأخذ المجموعة التقاطع نحصرها بين قوسين ونوجدها مجموعة التقاطع بين قوسين ونوجدها إذن سين تقاطع صاد سين تقاطع صاد هذه سين وهذه صاد شنو العناصر المشتركة بينهما 3 وال6 إذن هذه العناصر عناصر مجموعة التقاطع بين المجموعتين الآن ستتحد مع عين تتحد مع مجموعة هذه مجموعة التقاطع تتحد مع مجموعة عين مجموعة عين تضم العناصر 3 و6 الاتحاد يضم جميع العناصر المشتركة وغير المشتركة لاحظ عزيز الطالب أنه مجموعة الاتحاد تضم العناصر المشتركة وغين المشتركة لاحظ هنا المجموعة الأولى هي 3 و 6 المجموعة الثانية أيضا 3 و 6 إذن نفس العناصر إذن المجموعة تقاطع نفسها نفس العناصر تكتب مرة واحدة وهذه يتمثل مجموعة الاتحاد بين مجموعة التقاطع و عين سين اتحاد صاد اتحاد عين هذا الفقرة ستركها لكم عزيز الطالب واجب لإيجاد الجواب الآن عزيز الطالب ننتقل إلى الفقرة جيم والتي تمثل سين اتحاد صاد تقاطع عين يعني تجد مجموعة الاتحاد بين سين و صاد والاتحاد عزيز الطالب يضم العناصر المشتركة و غير المشتركة ولكن بدون تكرار كما ذكرنا بعد أن نجد مجموعة الاتحاد نجري عملية التقاطع مع المجموعة عين فلاحظ المجموعة الناتجة مع مجموعة عين التقاطع مالتها هذا عزيز الطالب رح يكون واجب لإيجاد المجموعة الناتجة و إلى هنا أعزائي التلاميذ ينتهي درسنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم بدروس أخرى إن شاء الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة